موسيقى مشاهدينا مشاهدي طقس العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستعرض سويا الأحوال الجوية التي ستسود المملكة العربية السعودية والعراق ودول الخليج العربي نلاحظ من القرائط الجوية المستلمة في طقس العرب أن هذه المناطق أي المملكة العربية السعودية والعراق ودول الخليج العربي ستتأثر اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت القادم بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ هذه الكتلة تؤدي إلى حدوث انخفاض واضح وكبير وملموس على درجات الحرارة بحيث تصل درجات الحرارة إلى أرقام قياسية وغير اعتيادية في هذه المنطقة أي في المملكة العربية السعودية والعراق ودول الخليج العربي أيضا هذه الكتلة تؤدي إلى اشتداد سرعة الرياح السطحية وتؤدي إلى إثارة الغبار وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح أيضا هذه الكتلة الهوائية الباردة وخاصة في طبقات الجو العليا ستؤدي إلى سقوط زخات من الأمطار في العراق يوم الأربعاء ولا يستبعد تساقط الثلوج في العاصمة بغداد ويعتبر تساقط الثلوج في العاصمة بغداد من الحالات الجوية النادرة جدا وخلال مراجعتنا لسجلات طقس العرب وجدنا أن آخر تاريخ سقطت فيه الثلوج في العاصمة العراقية بغداد كان هو في شهر واحد الفين وثمانية وهذه الحالة إذن ستتكرر يوم الأربعاء ويكون الجو بارد جدا ودرجات الحرارة متدنية وقريبة من السفر في معظم الأراضي العراقية يوم الخميس يمتد سقوط الأمطار ليشمل المناطق الشرقية والوسطى من المملكة العربية السعودية والأمطار تكون على شكل زخات من المطر بإذن الله يومي الخميس والجمعة يمتد هطول الأمطار ويشمل منطقة أو دول الخليج العربي وتكون زخات بيكون أحيانا غزيرة وأيضا درجات الحرارة متدنية بشكل غير اعتيادي بالنسبة لسلوك درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض خلال الأيام القليلة القادمة غدا الثلاثاء نتوقع غدا الثلاثاء أن تسجل عظمى في العاصمة الرياض 24 درجة مئوية والصغرى 9 درجات مئوية يوم الأربعاء انخفاض على درجات الحرارة العظمى بحدود 19-20 درجة مئوية والصغرى بحدود 8 درجات مئوية لكن يوم الخميس انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة العظمى بحدود 15-16 والصغرى 1 درجة مئوية أو درجة مئوية واحدة وهي متدنية جدا وبرد تقريبا بارد جدا وقارس أحيانا خاصة يومي الخميس والجمعة يوم الجمعة هو الجزء الأبرد من الكتل الهوائي الباردة يسيطر على العاصمة الرياض العظمى لا تتعدى 12 درجة مئوية وهي باردة جدا لكن الصغرى هي درجة مئوية تحت الصفر بارد جدا ويوم السبت تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلا لكن تبقى أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة يبقى الجو بارد نسبي في النهار وبارد في الليل والحرارة العظمى المتوقعة في الرياض يوم السبت 14 والصغرى 3 درجات مئوية أعزائي المشاهدين نتمنى لكم أياما سعيدة وأرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر الكتلة الهوائية الباردة التي ستؤثر هي كتلة هوائية باردة جدا وقطبية المنشأ نرجو من الجميع أخذ الحيطة والاحتياط وشكرا لانتباهكم ومتابعاتكم